هناك باب أيضا موجود في بصائر الدرجات عنوانه الأئمة خزان الله في السماء والأرض على علمه وحين يكونون خزانا على علمه فهم خزان صلوات الله عليهم على كل شيء الرواية عن سؤر ابن كليب قال قال لي أبو جعفر عليه السلام والله إنا لخزان الله في سمائه وأرضه لا على ذهب ولا على فضة إلا على علمه الذهب والفضة من شؤنات الدنيا أما هم خزان الله على علمه وعلم الله هو النافذ على كل شيء والنافذ في كل الأرض وفي كل ذهبها وفضتها هم خزانه على علمه هم له الولاية المطلقة لما كانوا خزانا على علمه كانت لهم الولاية الولاية إنما هي فرع العلم رواية أخرى عن جابر الجعفي قال قال أبو جعفر عليه السلام والله إنا لخزان الله في السماء وخزانه في الأرض الحديث هنا عن أنهم خزانه في الفيض وعلى الفيض رواية سابقة تتحدث أنهم خزان علمه وهناهم خزان فيضه عن جابر الجعفي قال قال أبو جعفر عليه السلام والله إنا لخزان الله في السماء وخزانه في الأرض رواية أخرى عن سدير عن أبي جعفر عليه السلام قال سمعته يقول نحن خزان الله في الدنيا والآخرة وشيعتنا خزاننا شيعتنا هم موضع علمنا ومر علينا إن أمرنا صعب مستصعب لا يحتمله لا نبي مرسل ولا ملك مقرب ولا عبد امتحن الله قلبه للإيمان ولا مدينة حصينة ولا أي شيء فمن يحتمله قال من شئنا هناك مجموعة هم يشاءون لهم أن يكونوا في هذه المنزلة فيكونون خزانا لهم قال سمعته يقول نحن خزان الله في الدنيا والآخرة وشيعتنا خزاننا ولولانا ما عرف الله رواية أخرى عن أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر عليه السلام في قول الله تبارك وتعالى هذه الآية الآية من سورة الشورى هي الآية الثالثة والخمسون من سورة الشورى وهي آخر آية صراط الله الذي الآية السابقة وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم وأنا قلت قبل قليل حيث ما جاء ذكر الصراط المستقيم جاء ذكر علي عليه السلام وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور الإمام يتحدث عن هذه الآية في قول الله تبارك وتعالى صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض الإمام يقول يعني علي أنه جعل علي خازنه على ما في السماوات وما في الأرض من شيء وأتمنه عليه جعله خازنه على ما في السماوات وما في الأرض من شيء وأتمنه عليه ألا إلى الله تصير الأمور هذه مجرد نماذج من روايات كثيرة جدا جدا وردت عن الأئمة في بيان هذه الحقائق